دعا رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان إلى تظاهرات جديدة في البلاد لدعم الحرية بعد أن أثار احتجازه لوقت قصير على أثر اعتقاله عمل شغب في جميع أنحاء البلاد وقال عمران خان في خطاب ألقاه أمام أنصاره من منزله في لهور لا يمكن الحصول على الحرية بسهولة ينبغي انتزاعها ينبغي التضحية من أجلها ودعا خان أنصاره إلى تظاهر في الشوارع والقرى في البلاد وأعلن أنه سيستأنف الأربعاء حملته للانتخابات المبكرة وخان الملاحق في عشرات الملفات القضائية والذي يشن حملة اتهامات على الجيش الباكستاني منذ إزاحاته من السلطة أفرج عنه بكفالة الجمعة بعدما اعتبرت المحكمة العليا أن توقيفه غير قانوني وكان توقيف خان أثار مواجهة عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية وقد أضرمت النيران في عدة إدارات رسمية وقطعات طرقات وخربت منشآت للجيش ترجمة نانسي قنقر